اشتركوا في القناة من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ونوها سموه بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للاحتفال الذي يقيم بهذه المناسبة مشيرا سموه إلى أن اختيار المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية يأتي اعترافا وتقديرا دوليا لكون المحرق مدينة تاريخية عريقة وجزءا من بلد عريق بحضارته وثقافته وتراته بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سير العمل في عدد من المشروعات التنموية بالمحرق الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية للأهالي فيها في مجالات مختلفة وبعد اطلاع سموه على تقارير الوزراء المعنيين بشانها فقد وجه سموه بأن يكون المشروع الطبي في شمال مدينة المحرق بل في شمال المحرق مدينة طبية متكاملة تضم مستشفى للإقامة الطويلة ومستشفى للولادة ومركزا للتصلب اللوحي بالإضافة إلى المركز القائم لرعاية المسنين وكلف سموه الجهات المعنية بسرعة الشروع في ذلك حال الانتهاء من ارساء مناقصات البناء الحالية وإحاطة سموه بشكل دوري بالمواقف التنفيذية للمشروع كما كلف صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ مشروع سعادة فيما أخذ سموه علما بالمراحل التي وصل إليها السوق المركزي بالمحرق ومشروع تطوير سوق المحرق القديم وفي الشانة الإقليمية والدولية فقد تابع مجلس الوزراء مجريات الأحداث في عدن وفي هذا الصدد فقد أكد المجلس على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بعدها عبر مجلس الوزراء عن إدانته والسنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في كابل وراح ضحيته عشرات القتل والجرحة معربا عن تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان ومتمنيا الشفاء للجرحة مجددا المجلس موقف البحرين الرافض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله ومبرراته وضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مكافحته ومجابهته إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توسع في دائرة الخدمات التي تدعم فنيا ولوجسيا مراكز التسوق والسياحة في البلاد وتجعلها أكثر جاذبية للمواطنين والزوار من خلال ما يتوفر فيها من خدمات محفزة ومشجعة كالإنترنت المجاني والسريع وغيرها من الخدمات الأخرى وبخاصة في الأسواق التاريخية كأسوق المنامة وأسوق المحرق وغيرهما وكلف سموه وزارة المواصلات والاتصالات بذلك اشتركوا في القناة بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا وفق مجلس الوزراء على إنشاء مركز للإسعاف الوطني يكون تابعا لوزارة الداخلية لزيادة كفاءة خدمة الإسعاف بمملكة البحرين وقرى المجلس مشروع مرسوما يحدد إنشاء المركز المذكور وتبعيته وأهدافه والمهم والصلاحيات التي يباشرها وهيكله التنظيمي والاعتماد المالي له ثانيا وفق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية وتفويض الوزير المختص بذلك تهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين وتوثيقه في مجال خدمات النقل الجوي باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدنية الدولية ثالثا وفق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين وجامعة الملك محمد الخامس أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها وتهدف إلى التعاون بين الجانبين لتأهيل وتخريج طلبة من مملكة البحرين يلتحقون بجامعة الملك محمد الخامس أبو ظبي كطلبة مبتعثين من مملكة البحرين لإتمام الشهادة الجامعية رابعا بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين ومفاوضية الاتحاد الأفريقي وطلع على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأنها وعادها لمزيد من البحث في اللجنة المذكورة خامسا وفق المجلس على ثلاثة اقتراحات بل ثلاث اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب وعلى مسودة رد الحكومة بشأن كل منها الأول بخصوص وضع سياسة أعلامية للتصدي للحملات التي تشوه صورة البحرين في المحافلة الدولية والثاني بشأن تسهيل تأسيس شركة طياران جديدة والثالث بشأن دراسة الظواهر والسلبيات في المجتمع وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة فيما أحل المجلس إلى وزارة العمل وتنمية الاجتماعية الاقتراح برغبة بشأن الرسوم البلدية للبحرينيين غير بل للبحرينية غير المتزوجة التي لا يوجد عائل لها وليس لها دخل تابت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر